أعلن السفير الأمريكي في لبنان ديفيد هيل من السراي الحكومي أن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ستخصص مبلغ 59 مليون دولار إضافياً لمعدات أمن الحدود للجيش وأن بلاده استلمت هذا الأسبوع تحويلة حديثة من المملكة العربية السعودية لشراء معدات أمريكية إضافية هيل وعشية توجه الرئيس سلام إلى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي الاجتماع الوزري لمجموعة الدعم الدولي للبنان أكد التزام أمريكا باستقرار لبنان الذي لا بديل عنه كما قال السفير الأمريكي رحب بأي جهد لإعادة تفعيل مجلس الوزراء واستئناف الحوار مؤكداً أن الآن هو الوقت ليجتمع مجلس النواب وينتخب رئيساً في أقرب وقت ممكن ولتحديد موعد انتخابات نيابية قلت منذ أسابيع عدة المواطنون في كل مكان يتطلعون إلى الدولة لتحمي حقهم في حرية التعبير والتجمع وعلى المواطنين في كل مكان مسؤولية ممارسة حقهم بطريقة سلمية ومسؤولة كما أن المساءلة متوقعة عندما ينتهك أي من الطرفين الحقوق والمسؤوليات نحن ندعم هذه الحقوق العالمية ونحث على الامتثال بهذه المسؤوليات في جميع أنحاء العالم أمريكا تدعم هذه القيم هنا في لبنان ومبدأ حق المجتمع المدني في التعبير عن أرائه ومخاوفه وكذلك الأمر بالنسبة لرئيس الحكومة ولكن الولايات المتحدة غير مشاركة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر في تظاهرات المجتمع المدني ولا تتغاضى عن العنف أو تدمير الممتلكات الرئيس سلام استقبل سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديد كريستينا لاسن حيث عرض معها للأوضاع والتطورات كما استقبل سلام وزير الطاقة أرتير نازاريان وتم عرض لشؤون وزارة الطاقة ترجمة نانسي قنقر